في غمرة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية أقام النادي الأرثوذكسي بعبدون احتفاله السنوي بإضاءة شجرة عيد الميلاد بحضور المطران خريستوفوروس وعدد من الأباء الكهنة ورؤساء وأعضاء الجمعيات الأرثوذكسية والنادي الأرثوذكسي بعمان المزيد في سياق التقرير التالي رعى سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الاحتفال السنوي بإضاءة شجرة عيد الميلاد الذي أقامه النادي الأرثوذكسي في عبدون إذانا ببدء الاحتفالات بالشهر المجيد وذلك بحضور عدد من الأباء الكهنة ورؤساء الجمعيات الأرثوذكسية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وفي مطلع الاحتفال رحب عريف الحفل الدكتور رجاء نفا عضو الهيئة الإدارية للنادي بسيادة المطران راعي الاحتفال والضيوف الكرام معلنا بدء الاحتفالية بالسلام الملكي المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة نحتفل اليوم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد إذانا ببدء الاحتفالات البلادية المباركة ميلاد الطفل الإلهي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد في مغارة بيت لحم بفلسطين الحبيبة حيث نود عام 2020 بما فيه من أفراح إذا كان هناك أفراح ومآسي وأحداث تأثرنا بها كثيرا في النادي مادياً واجتماعياً وثقافياً وكذلك أنتم وأردننا العزيز بكافة المجالات وفقدنا أعزاء علينا جميعاً نتيجة هذا الوباء وهذه الجائحة التي لم نرى مثيناً لها من قبل أقول نود عام 2020 ونستقبل العام الجديد 2021 متمنين أن تكون السنة القادمة سنة خير وبركة وسلام تلاه دعاء افتتاحي لقدس الأرشمندريت أثناس يسقاقيش الرئيس الروحي لمحافظة الزرقاء يا ملك السلام أنشر سلامك في قلوبنا عوض الخوف والقلق والشك وارفع عن العالم وباء كورونا وكل الأوبئة واشفي جميع المرضى وأيد جميع العاملين لخير العالم والإنسان واحفظ هذا الصرح الأورتوذكسي الكبير وبارك هيئته الإدارية وجميع أعضائه والعاملين فيه وزينهم بالفضائل الإلهية لمجد اسمك القدوس فإن لك الملكة والقدرة والمجد مع بيك وروحك الكل يقدسها الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أم ثم ألقى المهندس صفوان قاقيش نائب رئيس النادي الأورتوذكسي كلمة رحب فيها بالحضور معربا للجميع عن سعادته بحضور المطران خريستوفوروس والضيوف الكرام على الرغم من الظروف الراهنة التي حلت على العالم والبلاد جراء كورونا معتبرا أن المواضبة على الاحتفال هو بمثابة إصرار على الحياة لأنه بميلاد المخلص بشر العالم بالفرح والمسيح جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا عيشا أفضل خاصة ونحن نقف اليوم على مشارف توديع عام مليء بالصعوبات والتحديات والأحزان واستقبال عام راجين فيه الخير والسلامة للعالم أجمع أن الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد يعني الكثير إذ أنها بداية احتفالات بالعياد المجيدة ورأس السنة المباركة التي ترمد إلى المحبة والتسامح والوفاء والتعاون بين جميع أفراد المجتمع نسأل الرب سوء المسيح المولود في مغارة بيت الأحم أن تكون أيامكم كلها عيات وأن تعود هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركة كما نطلب من الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الحبيب حتى يبقى الأردن ساحة أمن واستقرار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عبدالحسين حفظه الله ورعاه بعدها ألقى المطران خرستوفوروس كلمة معايدة معربة فيها عن سعادته بوجوده اليوم مع الجميع في هذا الصرح الأرتودكسي العامر في أردننا الغالي بلد الكرامة والمحبة والعطاء الذي تتجسد فيه روح الإخاء والتسامح التي تسود بين كافة الأردنيين مسلمين ومسيحيين موجها شكره لكل شخص ساهم وقدم العونة والمساعدة لإنجاح هذا الحفل أحابب بهذه الأمسية أعيدكم أنا بدوري كمان وأطلب منكم أنه هذه الفترة اللي منمر فيها مع صعوباتها ولكن في دخلنا في أمل الميلاد المجيد بعطينا فرح بعطينا فرح روحي وبعطينا مقدرة أنه نشوف الأمور بطريقة تانية حتى نقدر أن نغطي كل النقاط السلبية اللي موجودة ونحاول نعكسها لإيجابية فربنا يبارك جهود الكل في كل الميادين اللي عمالها تبذل الكنيسة رح ترفع دائما صلاتها ورح تعمل ما بيقض دارها من خلال كل مؤسساتها حتى تبقى زي ما أنتم حبيتوا ورغبتوا دائما باستمرار إنكم تشوفوا كنيسة وطنية محلية إنها فاعلة في داخل المجتمع رؤيتها واضحة بتمثل الوجود المسيحي ووجودنا اللي هو مستمر ألفين سنة هذا الشيء مهم هذا الانتماء هاي الرسالة رسالة الوجود واستمرارية هاي الوجود من خلال المواطنة الصالحة دور كبير على الكنيسة وعلى مؤسسات الوطن وفيها كمان مؤسساتكم أنتوا اللي هي مصدر اعتزاز وفخر للجميع ربنا يبارك جهود الجميع كل سنة وأنتوا سلمين ربنا دائما يبعد عننا كل الأوبئة والأمراض ويحمي العالم بأسره بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين أمين وفي أجواء ميلادية احتفالية قام المطران خلستوفوروس بإضاءة جزرة الميلاد في مشهد يملأه الفرح والسعادة تبعها فقرة أنشيد وترانيمة ميلادية من وحي الاحتفال أنشدها كرال المدرسة الوطنية الأرثودوكسية طوي الشموع شمع شمع صحل دموع دمع دمع إلا يا أحزان في اللي هي ليلة عيد الميلاد خلي الناس اليوم تصلي خلي الضحة للأولاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة